شارك سعادة الدكتور عبدالله بدر السادة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم في لقاء ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 2023 وأكد سعادة الدكتور عبدالله بدر السادة حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على تقديم كافة أشكال الدعم لبعثات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج مثمنا جهود البعثات في إبراز مملكة البحرين وترويجها اقتصاديا وما تقدمه من تسهيلات لجذب الاستثمارات وقد قدم سعادة الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عرضا حول غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي تم تأسيسها عام 1939 منوها بأنها تعد من أقدم الغرف في المنطقة العربية حيث واكبت التطورات الاقتصادية والاجتماعية وبذلت الجهود لتحفيز نمو القطاع الخاص وتمكين دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد كما استعرض الخدمات التي تقدمها الغرفة ودورها في تمثيل القطاع الخاص في المملكة وخارجها وأهمية عضويتها في المحافل الدولية كاتحاد الغرف الخليجية والعربية والغرف المشتركة ومنظمات العمل العربية والدولية ومنظمات أصحاب الأعمال وغرفة التجارة الدولية بالإضافة إلى دورها في تعريف العالم بما تقدمه مملكة البحرين من مميزات للمستثمرين وأحل المنازعات التجارية والاستشارات القانونية مستعرضا الدور البارز الذي قدمته الغرفة للتجار خلال فترة جائحة كورونا كوفيد 19 من أجل تدليل العقبات المترتبة من الجائحة والتعافي الاقتصادي أجل تدليل العقبات المترتبة من الجائحة والتعافي